أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعمه لتولي جيم جوردن رئاسة مجلس النواب الأمريكية في سابقة لكنه أنهى بذلك الجدل في ما يتعلق بإمكانية ترشحه لرئاسة المجلس في ظل أصوات كانت تنادي بهذا بدوره قال النائب الجمهوري جيم جوردن أن ترامب يريد أن يكون رئيسا للولايات المتحدة وليس رئيسا لمجلس النواب لمزيد معنا من واشنطن مرسلنا أنس الصبار أنس إذن حالة من الفوضى تعمق وتعكس هذه الخلافات داخل الحزب الجمهوري يعني تصريحات وهذا الموقف من ترامب إلى أي مدى يخفف من حدة الخلافات أم يزيد من حالة الفوضى هذا حقيقة لا نعلم إن كان هذا سيخفف من حدة الانتقادات للحزب الجمهوري الذي يشهد حالة فوضى يقول بعض المراقبين أنها قد تصل إلى حد الإنقسام لكن بكل الأحوال جيم جوردن هو نائب من ولاية أوهايو منذ فترة وهو يشغل مقعد إحدى الدوائر عن هذه الولاية في مجلس النواب له علاقة طيبة مع كيفين مكارثي الذي تم التنحيته قبل أيام وله علاقة طيبة أيضا مع الجناح الآخر من الجمهوريين الذي بطريقة أو بأخرى يبدو مؤيدا بشكل فضلي الرئيس السابق دونالد ترامب بالمناسبة رئيس السابق دونالد ترامب أوصى ودعم أعلن دعمه لجيم جوردن لأنه في مناسبتين صوت ضد عزله عندما كان ترامب رئيسا وعندما عرض الأمر أمام مجلس النواب وأيضا جيم جوردن هو الذي بالمناسبة يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب هو الذي بدأ وساهم بشكل كبير في إطلاق التحقيق الذي يهدف في نهاية المطاف إلى إدخال التصويت على عزل الرئيس جو بايدن في مجلس النواب وبالتالي إن صح التعبير قد لاقى كل الشروط التي من شأنها أن يحصل من خلالها على دعم أولئك الذين يعيدون الرئيس السابق دونالد ترامب لكن هذا لا يمنع أن يصل الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب وأن يتولى رئاسة هذا المجلس ولو مؤقتا وبعد ذلك يتفق الجمهوريون على شخص واحد قد يكون جيم جوردن أو غيره وبعد ذلك يتم ترشيحه ليتولى المنصب بشكل دائم أو على الأقل حتى نهاية ولاية هذا المجلس مع نهاية عام 2024 جيم جوردن من الأشخاص الذين دعموا كيفين مكارثي لكنه في الوقت نفسه يحافظ على علاقة جيدة مع ماد كيتز الذي قاد جهود تنحية مكارثي وبالتالي قد يمسك بالخيطين معا وبالتالي يقود الجمهوريين في هذا المجلس إلى الوحدة وإن كانت تبدو هشة هذه المرة شكرا لك من واشنطن مرسلنا أنس صبر على هذه المتابعة